السؤال بعد كده بيقول ايه؟ بيقول لو سمحت كنت حطى مبلغ من المال وديعة في البنك وفات عليها سنة احسب زكاتها ازاي؟ السؤال ده مهم وبيتكرر هو مهم وبيعمل ايه؟ وبيتكرر ليه بقى؟ لان الناس بيتكرر بسبب ايه؟ السبب الاولاني بيتكرر لان الناس مازالوا حتى الان فيه ناس بتعبس وتتكلم في اداع المال في البنوك فإداع البنك في البنك حلال اه ده هو؟ ده سبب تكرر مساء زفا الحاجة التانية السؤال التاني بيبقى ازاي خرج الزكاة؟ انا لو اوضعت المال في شكل وديعة او اوضعت المال في شكل شهادة استثمار ده غير لما اوضع المال في شكل حساب استثماري ايه الفرق؟ ان الوديعة دي حتى اوما الناس بيستخدموا كده بيستخدموا تعبير وهو تعبير جاي من من الثقافة والمعرفة الاقتصادية ان في الوديعة والشهادة لو انا حبيت اسحب قيمة الوديعة واسحب قيمة الشهادة يقولك انا كسرت الوديعة كسرت الايه؟ كسرت الوديعة وكسرت الشهادة عشان اجبها هما بيقولوا كده ليه؟ لان انا باضطر اعمل ايه؟ ان انا اقطع استثماري في هذا الوعاء وقد يترتب على ده في قطع استثماري بعض الخسائر الموجودة طب ايه الحاجة اللي شابه كده؟ قال له الحاجة اللي شابه كده اسأل له استنى الاول هو الشخص اللي عمل الوديعة ده او عمل الشهادة عنده فلوس تانية بيصرف منها قال له تعالى نقول لو كان عنده فلوس تانية يصرف منها غير الوديعة او عنده فلوس او ما عندهش فلوس تانية يصرف منها غير الوديعة قال لو عنده فلوس تانية يبقى يطلع اثنين ونصف المية على هذه الوديعة ليه؟ هيتعمل زي بقية الاموال يعني اذا بشرطين تبلغ النصاب اللي هو 85 جرام دهب وايضا يكون كمان بعد بلغ النصاب حالها عليها الحور خلاص يبقى اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وهي فيه فلوس تانية قادر انفق منها انطلع اثنين ونصف المية عنها قال له طب ما عندهش فلوس غيرها ولو خرج من الشهادة دي او خرج من الوديعة دي هيكسر الوديعة والشهادة دي قال له طب استنى كده نشوف بقى يكسر يعني حاجة انقطعت قال له ده شبه الايه؟ ده شبه الارض الزراعية ده شبه الارض يعني قال له طب انت بتقول كده ليه؟ قال له تعالا بقى نشوف الارض الزراعية دي بنطلع عليها قد ايه؟ قال له بنطلع عليها العشر العشر من الريع قال له خلاص يبقى لو ما كانش عنده شيء تاني ينفق منه غير الوديعة دي وبيصرف على نفسه من الريع الوديعة دي هيطلع عشرة في المية من الريع قال له طب عشرة في المية من الريع امتى؟ قال له عشرة في المية من الريع كل ما الريع يجي له يعني افترض ان بيجي الريع سبع تلاف جنيه كل تلاتة شهر يبقى ايه اللي هيحصل هنطلع من الريع ده عشرة في المية هنطلع سبعموية جنيه من السبع تلاف جنيه كل ما ييجي الريع ايه ده يعني مش هتطلعه في اخر السنة قال له لا مش هتطلعه في اخر السنة هتطلعه كل ما يجي لك الايه كل ما يجي لك الريع فعني يبقى انطلع عشر الريع كل ما بيجي لي ليه؟ لأن احنا مأمورين أن احنا خرج الزكاة في زرعه السرام في زرعه السمار عند الحصاد فالحصاد هنا بيقوم مقامه ايه؟ أن أنا أحصل الريع قال لي بس ديمي الزراعة يا مولانا قال له ما أنا حارف قال له أنا عارف أن ديمي الزراعة بس احنا عملنا كده ليه؟ عشان ما نجيش نقول للراجل طلع 2.5% آخر السنة فيبص إلى أن كل الفلوس كل العائد اللي طلع اللي عنده ده الزكاة ممكن تكون قد العائد ده ويمكن أكتر منه في بعض الأحيين وهو ما عندهش حاجة ينفق منه لكنه ما يطلع 700 جنيه من 7000 جنيه كل ما يجيله الريع ده طريقة تتناسب مع ذلك الشخص اللي ما عندهش غير هذا الوعاء الذي يخرج منه الزكاة يبقى إيه اللي حصل؟ يبقى عن طلع لو ما كانش فيه أي حاجة نصرف منها غير عائد هذه الوديعة هنطلع 10% من الريع مش 2.5% على الريع من الريع وأصل الشهادة طب لا فيه فلوس تانية غير الشهادة دي بننفق فيها على نفسنا يبقى حنطلع 2.5% على أصل الشهادة وعلى الريع أرجو أن يكون الكلام واضح لأنه ما كانش واضح في السؤال هو السؤال على إيه؟ هل السؤال على من عنده أموال أخرى غير هذه الشهادة؟ ولا السؤال على شخص بيعيش على عائدة هذه الشهادة؟ أرجو أن المساء لتكون واضحة ترجمة نانسي قنقر